موسيقى 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 شو رأيك بقالية التسجيل واصدار الجواز؟ تمام منيح كويسة يعني كيف كانت المتك؟ يعني منيحة مكتير متأخرة يعني وبعت ومنا الرسائل وكلو مني سهلت علينا وقت بالعادة بيكون فيه وقت أكترين بعادة يعني صار فيه أشياء حديثة وكذا صار الوقت أقصر يعني بالمدة أحسن نحن سجلنا بالحارة عنا والله سجلت عليكم سجلين يعني دعش الشهر وهي هلأ إدعش الشهر سنة تقريبا كتير مريحة تمام كله تمام يعني ممتاز طيب كيف سجلت علي الجواز بي على المنصة بعيد كانت وراء بعض أول موعد كان على الشهر إدعش بعدين أخروا على الأول ورجعنا على إدعش كبعا بالمنصة أنا وزوجتي بالبلد وولغونا بشهر إدعش جيتنا رسالة من كام يوم شان نطلق أسطلهم في كنا متأمنين للشهر التاني قامت قدمت لشهر إدعش مبعف والله سجلت عن طريق المنصة يعني وجتني رسالة بس طولت والله لأنه جواز سفر عادي من شهر ثلاثة كان نهاية ثلاثة أسألك عن رأيك بقالية التسجيل على جواز السفار وعن المدة اللي نطرتها لحدها تاخد الجوار تمام المدة كويسة أنا سجلت على الجواز فوري بالمكتب بالمنصة يعني هلاء عطوني شيء من 8 شهور تقريبا من 8 شهور مسجلين لقد كان في تقريبا كان بواحد 11 2024 عملوا لي أهل قديش إلهم مسجلين على الجواز؟ ما صار لهم شيء 7 شهور واليوم استدعوهم على التبصيم تسعة 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 شو رأيك؟ ما شو حالي منيحة مقبولة يعني في زحمة بس مقبولة يعني المدة كانوا طويلة كتير نحن مقدمين من منشتي تقريبا وطولة كتير لحتى إجاء وكانوا كل فترة يبعثونا رسالة إنه في تأجيل إجتنا الرسالة مبارح إنه الخميس منستلم الجواز إجينا لهو نطلع في إجراءات تانية فهلا ناطري نعم نقدم على أوراق كلها مشان ناخد الجواز وهي كتير الموضوع كان كتير مريح وتسرة يعني حتى كل العالم نجأت لهذا الشي مشكورا جد طيب أنت سجلتين بارح هلا على الجواز سجلت فوري واليوم جيت لحتى سبت الحجز سهلت علينا النطرة والوجهد والتعب اشتركوا في القناة